بتعليمات من الملك محمد السادس أرسل المغرب مساعدات طبية إلى عدد من الدول الإفريقية بهدف مواكبة مجهوداتها في إطار مواجهة كوفيد 19 ويندرج هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في الثالث عشر من أبريل الماضي باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية يونس بركات أعد هذا التقرير تابئة جديدة وانخراط شامل تعرب عنهما المملكة المغربية في علاقتها مع دول القارة الإفريقية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإنسانية في ظرفية تتسم هذه السنة بجائحة كونية يستلزم القضاء عليها دعما وتعاونا بين دول القارة الإفريقية وهو الأمر الذي عبرت عنه المملكة بعد صدور تعليمات من الملك محمد السادس تقضي بإرسال مساعدات إلى عدد من الدول المبادرة المغربية تشمل خمسة عشر بلدا إفريقيا من بينها موريتانيا والسنغال وجزر القمر والنيجر والشاد كما تضم لائحة البلدان المعنية كلا من بوركنافاسو والكاميرون والكونغو وإسواتيني وغينيا ومالوي والكونغو الديمقراطية إضافة إلى غينيا بيسا وتانزانيا وزامبيا وتتكون شحنة المساعدات من معدات لوجستية لمساعدة الأطور الطبية والتمريدية من بينها ثمانية ملايين كمامة وتسعمائة ألف قناع واق وثلاثون ألف لتر من المعاقمات الطبية وستمائة ألف غطاء للرأس وستون ألف سترة طبية كما تضم المساعدات أيضا خمسة وسبعين ألف علبة من دواء الكلوروكين وخمسة عشر ألفا من الأزيتروميسين علما أن جميع المنتوجات التي تتكون منها المساعدات الطبية صنعت من طرف مقاولات مغربية كما تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية المبادرة المغربية تأتي امتدادا لمبادرة أخرى اقترحها الملك محمد السادس في الثالث عشر من شهر أبريل الماضي تهم إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية هدفها إرساء إطار عمليات يواكب البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة